وقت النشرة الجوية أهلا ومرحبا بكم نهار اليوم تأثرت المملكة بجبهة هوائية باردة وأدت إلى انخفاض درجات الحرارة في أغلب مناطق المملكة وأيضا أدت إلى هطول أمطار غزيرة ورعدية في العديد من المناطق الشمالية والوسطى أيضا من البلاد بحيث كانت كميات هذه الأمطار خلال الساعة الخامسة اليوم في محافظة عمان ما بين 10 إلى 30 مم وكذلك الحال في محافظات إربد وعجلون ومادبة وكمان لاحظنا ارتفع منسوب المياه في العديد من الطرقات وأدى إلى تشكل السيول وانسداد الطرقات في العديد من المناطق كما نلاحظ الآن في شرق عمان الأجواء غالبا غائمة وحوالي 12 درجة مئوية أيضا درجات الحرارة التي نشعر بها أيضا هي 12 درجة الرطوبة مرتفعة وهي حوالي 87% وحركة الرياح الغربية وسرعتها ما بين 6 إلى 10 كم في الساعة والآن مع درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة وأيضا لنهار الغد في المناطق الشمالية من البلاد كما نلاحظ هناك أمطار غزيرة في إربد ما بين 13 إلى 19 درجة رأس منيف 7 هذه الليلة وغدا 12 والمفرق 8 إلى 19 درجة وأجواء غائمة كما نشاهد نكمل إلى جراش 11 إلى 18 درجة احتمالية لأمطار في الزرقاء مع 11 هذه الليلة وعجلون 10 فقط لهذه الليلة الصلط غدا 14 درجة في سويل 12 والفحيص 10 إلى 16 وأيضا أمطار في كل من هذه المناطق غرب عمان 10 هذه الليلة كذلك الأمر في شرق عمان ومرج الحمام غدا 14 درجة مئوية ماذا بـ 11 إلى 18 درجة 20 غدا في مطار الملكة علياء والبحر الميت ما بين 21 إلى 25 درجة مئوية نكمل إلى المناطق الجنوبية في الكرك 7 إلى 15 الطفيلة 10 إلى 16 درجة واحتمالية لهطول أمطار في كل من هذه المناطق الرشادية 10 غدا في الشوبك 8 إلى 13 في معان غدا 20 درجة رأس النقب 13 والبترة 11 إلى 16 درجة أيضا احتمالية لأمطار في هذه المناطق خليج العقبة درجات الحرارة هي ما بين 17 إلى 27 درجة وادي رم 11 إلى 22 والأجواء غالبا غائمة كما نشاهد أما عن المناطق الشرقية من البلاد في الأزرق هناك أجواء مغبرة ما بين 10 درجات إلى 23 درجة أيضا في الصفاوي أجواء مغبرة وأيضا درجات حرارة 10 إلى 22 غدا وأخيرا درجات الحرارة في رويشد فهي 7 فقط هذه الليلة أجواء باردة لترتفع غدا إلى 22 أيضا أجواء مغبرة في المناطق الشرقية تذكير بالأجواء خلال هذه الليلة أمطار غزيرة كما نشاهد في المناطق الشمالية والوسطى من البلاد و10 درجات مئوية فقط لهذه الليلة لنهار الغد تستمر درجات الحرارة بالانخفاض ويستمره طول الأمطار كما نشاهد في المناطق الشمالية والوسطى بإذن الله ودرجات حرارة نهارا هي 17 وليلا 9 درجات مئوية أما عن يوم الأربعاء تخف هذه يخف الأجواء الباردة تخف طبعا وتخف الأمطار أيضا مع 18 درجة نهارا وأجواء باردة ليلا مع 8 درجات مئوية اليوم الخميس هناك استقرار على الأجواء وأيضا 18 درجة لتنخفض إلى 6 درجات فعلا أجواء باردة خلال فترات الليل انتهت النشرة على أمل اللقاء بكم غدا بنفس الوقت كانت هذه النشرة من رؤية بالتعاون مع تقص العرب لكم منا أطيب التمنيات والعودة للزميلات في الأخبار اشتركوا في القناة